عفايس في الكواليس يمكنني أن أعطينا هذا الضرع بالطبع هناك شيء ما أعرفه خدمت مع جعفر قاسم وماروان قروابي اسمه صديق وكان لديه التعامل معه ماروان حساس بثبت ودوز يام دي شوزاني خدمت مع جعفر قاسم كما يقولون تعلمت من عنده وكان جميع ما كان عندي مشكلة معه ولكننا نعود أن نقول له كل تدخل أطراف أنا باريكزم كان عندي مشكلة غير لم يكن أخبر قاسم أصبح راحه من أحضر راحه مهما شاهدو بليزارتيس كان يشكون بثائف من هذه النحية يوجد أن كان راح يتجم على قاسم وجعل الفنانين يهدرها في المعاملة ليس لست قيل عالي أو لد لا أعلم كيف يهدر معه وليزارتيس يحكون وكن للجرء لا يحضرها لا يحضرها لا يحضرها لا يحضرها لا يحضرها في الكواليس نعمل مع جعفر قاسم لا يوجد مشكلة وكل شيء هذا الشخصي لا يحبس نعمل معه نعمل معه نعمل معه لا يمكن أن نحضرها لا يمكن أن نحضرها نحضر معك بإحترام وكما أقول 80% صرت لها كالمروان مظلم لا يمكن أن يكون مخرج ولا يختار المشاعد لا يمكن أن نحضرها هذه الشخصيات تتفهم لا أريد أن نحضرها على الكواليس فهمت كالمروان يحضرها لا يمكن أن نحضرها لا يمكن أن نحضرها لأنني قلت لك المشاعدة أن أتعاطف مع مروان نتعاطف مع مروان ومروان يخدم حاجة من قلبه ومروان يحضر حاجة من قلبه وعندما أعرفه أنا لديها سيجير نحضر معه الوصول لا يحتوي أحد يكون الواسط أو يدخل روحه مروان يحضر نعم نعم نعم